موسيقى موسيقى وجالي أحد الأشخاص على فكرة سيس نزار اتصل بي في الشغل وقال لي أنا اسمي فلان أنا معرفوش أنا خلاص هروح أعلق نفسي هيخنو نفسه هذا الشخص اللي مازال عايش لغاية النهاردة فقالت له لا 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 تعالى نتكلم من فضلك ما تعملش كده قبل ما تتكلم جالي الرجل في الشغل عندي فضيت ساعتين قعدت معاه طلع أنه شافني كنت في اجتماع من الاجتماعات فقال لي كنت خلاص رايح على أخي نفسي فقبل ما أعمل كده هو جالي هاتف جوايا كلم الدكتور موسى دورت على المريتك وكلمتك وبعد الحكينا مع بعض وكلمنا وشوفنا زي في إبليس وإبل المسيح كمخلص شخص لحياته وبكى وبدأ علاقة حقيقية مع الله وإلى يومنا هذا الكلام ده بقى لأكثر من عشر سنين إلى يومنا هذا مازال يحيا فإبليس بالكدب بتاعه يخلي الناس تنهي حياتها والنتيجة يأما الواحد يبعد عن الله خالص ويستبيح الخطيئة ويكمل في الخطيئة يأما يروح يوصل به مرات إلى أنه ينهي حياته فإبليس الاستراتيجية بتاعته هو الغش والتضليل والكد الحاجة التانية الانفصال والتقسيم الحاجة التالتة التدمير الكامل وتلاقي نفسك مش قادر أنك تخرج منها ويقولك أوعى ترجع على ربنا ربنا مش قادر ينقذك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر